هي تصريحات خطيرة وفي ظرف صعب ولحظة فارقة تعيشها البلاد باعتبار انتلاق الحملة الدعائية للدستور في انتظار موعد يوم 25 يوليو القادم أنا ما أعتقد هذا تقدير موقف من قبل العميد الصدق بالعيد بخصوص التعاطي مع هذا الدستور فبداية هذه اللجنة كما عنوانها هي اللجنة السيشترية ورئيس الدولة نفسه عندما تسلم من السيد صدق بالعيد نسخة الدستور قال وقد سمعنا ذلك عبر التلفزيون ان هذا مقترح لدستور وبالتالي ستحصل عليه تغييرات مهمة هذا في جنب وفي جنب الثاني هناك الرجل الثاني في هذه اللجنة وهو العميد إبراهيم بودربالا لا يلتقي تماما مع تصريحات العميد الصدق بالعيد الصدق بالعيد قال العميد إبراهيم بودربالا قال صحيح أن ليست النسخة كما هي كما سلمت رئيس الدولة ولكن هناك تقاطعات مهمة بين هذا الدستور ودستور أنا ما أراه أن هناك عملية توظيف لهذا الجدل بخصوص مسودة الدستور في اتجاه معين بما يمس أولا مصدقية رئيس الدولة وثانيا بما يمس من المشروع في حد ذاته ومحاولة إضعافه على الأقل في مخيان أتونسيين ورأي العام الخارجي لكن سيد أبو بكر هذه التصريحات من خصم سياسي للرئيس أو معارض هي جاءت من شخصية كلفها الرئيس نفسه بالمضي لترأس هذه اللجنة والبدء بصياغة هذه المسودة وتقديمها بالتالي بتصورك ما الذي جرى فعلا لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن أنا أعتقد أن شخصية الصادق بالعيد هي التي حسمت في أبعاتي مع هذه المسألة فهو لتاريخ حافل مع الأحداث الكبرى التي عرفتها تونس أنا شخصيا كتبت تدوينها على منصات التواصل الاجتماعي وذكرت بما قام به السيد صادق بالعيد على الأقل في الخلاف بالجرف القاري مع ليبيا كانت الحكومة تتجه وأن يكون استغلاله مناصفة بين تونس وليبيا ولكن العميد الصادق بالعيد وقتها هو الذي ضغط ودفع بالحكومة التونسية بأن تلجأ إلى محكمة لهاي الدولية لتخسر هذه القضية وكذلك الصادق بالعيد هو يتحمل مسؤولية تاريخية في 14 يناير 2011 عندما كانت هناك توجه أن تتم المحافظة على كينونة على جسم الدولة بالمرور إلى فصل الدستور 57 الصادق بالعيد رفض ذلك وطالب بتدمير الدولة بالكامل وكان ذلك عبر أحد القنوات التلفازية لفائدة في ذكرها فلقطت هذا الموقف وعملت عليه لنعيش ما عاشناه في السنوات الأخيرة وبالتالي أنا ما أخشى أن يكون هذه الحادثة كذلك سببا في وضع صعب آخر ستعيشه البلاد خلال المرحلة القادمة لأن الوظيفة للسيد صادق بالعيد كما أشرتم أستاذ الكريم هي مهمة فهو رئيس لجنة سيشارية وكان داعما مساندا رئيس الدولة ليفاجئ اليوم بهذا الموقف الذي بالفعل كان بمثابة الزلزال السياسي في الساحة التونسية واستغلته عديد الأطراف المناوئة والرافضة للإستفتاء والمعارضة لرئيس الدولة ماذا عن الأطراف الأخرى المتحفظة أو حتى تلك التي كانت حتى وقت قصير في صف الرئيس وتوجهاته إلى أي مدى من شأن هذه المواقف وهذه التصريحات لبلعيد وهذا المناخ المجدود وهذه الارتدادات للزلزال السياسي الذي وصفته إلى أي مدى من شأنها توسيع دائرة الرفض والمعارضة للرئيس وتوجهاته ومسودته نعم سيكون لها تأثير كبير وكبير جدا لأن ما لمسته اليوم على الأقل من خلال الاتصالات التي قمت بها مع عديد الشخصيات السياسية هناك وعي بأن الحدث خطير جدا وما أتاه العميد الصادق بالعيد ستكون له استباعات سياسية خطيرة على الوضع العام وكذلك حتى على المشروع الذي يتجه إلى رئيس الدولة خلال اليوم في تأسيس هذه الجمهورية الجديدة فهناك اليوم في الساعات الأخيرة مقترح ومطالبات بأن يبادل رئيس الدولة بتأجيل تاريخ الاستفتاء عوض 25 يوليو إلى تاريخ لاحق وهناك كذلك مطالبات بإعادة سياغة الدستور في إطار لجن أخرى وتشريك أوسع ما يمكن من الأطراف الوطنية وخاصة لاتحاد العام توسير الشغل وبعد موقفه اليوم أمس أنه لا يرفض المشاركة في هذا الاستفتاء بل ترك الحرية لمنخرطيه ومنظويه بأن يختاروا الموقف الذي يرتقونه أعتقد أن الكرة في هذه اللحظة في جانب رئيس الدولة فهو الذي بإمكانه وحده أن يحسم هذه المسألة يفهم ردود الأفعال والتفاعلات لتصريحات بالعيد أبو بكر بأن الأمر يتخذ مصداقية عالية ويمضي لأصداء ملموسة فعلا في الشارع هل من تفسير بتصورك لماذا يقدم الرئيس على تقديم مسودة مختلفة أو فيها تعديلات وتغييرات عن تلك التي قدمتها له اللجنة التي كلفها هو سيدي قد أقول في هذه اللحظة كلاما خطيلا المشكلة أن نوايا رئيس الدولة وصدقيته في الانتصار لمفهوم وكيان الدولة التونسية وإعادة الاعتبار لهذا الدولة لا يختلف فيه اثنان ولكن هناك إشكال في الطريقة وكذلك إشكال في الفريق العامل حول رئيس الدولة فما كان أن يعرض الدستور بكل تلك الأخطاء هناك باب رابع يتكرر مرتين وهناك جمل في سياغتها ليست بمستوى أعظم وأهم نص في دولة وهو الدستور أعتقد أن هناك إشكالات في هذا الجنب ما أراه أن الفريق العامل حول رئيس الدولة أن يكون متشددا وحريصا أكثر لأن في نهاية الأمر الجودة هو في العناية بالتفاصيل الصغيرة نص الدستور في حد ذاته هو الذي لقي انتقادات لاذعة بخصوص الأخطاء اللغوية بخصوص التركيب كذلك هذا لا يقبل وهذا خير في دولة كتونس أعتقد أن رئيس الدولة اليوم وأكثر من أي وقت مضى هو لا بد أن يكون هناك فريق من الكفاءات وأنتم تعرفون سيد الكريم أن تونس من البلدان التي تتمتع بخبرات وكفاءات في كل المجالات وفي كل ميادين وهناك نسبة كبيرة من الشعب التونسي هم يعتقدون في رئيس الدولة وينخارطون في عملية الإصلاحة يتجه إليها ولكن عندما يستعينوا بهذه الكفاءات وأن يعتمد عليه قد يكون الأداء أفضل شكراً شكراً جزيلاً على انضمامك علينا من تونس السيد أبو بكر الصغير البحث السياسي شكراً جزيلاً لك